بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الحلقة الرابعة والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام مستمع إذاعة نداء الإسلام إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء فأهلا ومرحبا بشيخه حياكم الله وبركة فيكم حياكم الله معالي صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين معصفرين يعني مصبغان بالعصفر ولما لبسهما أو لبس هذا الثوب هذا الصحابي الجليل ورأاه النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك ليه؟ لأنها من لباس الكفار يعني مما اعتاد الكفار لبسه والمسلم لا يتشبه بالكفار وعن حذيفة قال نهان النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن نلبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه نعم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نها عن شيئين الشرب في آنية الذهب والفضة لأن هذه من سمات الكفار ولأن هذا من الإسراف والبذخ فلا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وفي حديث الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم في حديث هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فلا يجوز التشبه بالكفار واستعمال هذه الأواني الفخمة والأواني الراقية لأنها تكسب الكبر من ناحية ولأنها تختص بالكفار ونحن منهيون عن التشبه بالكفار وأن نلبس الحريرة هو الديباج الحرير يعني الخالص الحرير المنسوج من الحرير الخالص والديباج ما أيضا نوع خاص من الحرير الديباج ما هو الحرير الخالص البهي فهذا أيضا أشد من الحرير العادي وفيه أنه استسقى فسقاه مجوسي في إناء من فضة فرماه به فقال إني قد أمرته ألا يسقيني فيه نعم سقاه مجوسي والمجوسي من كان هم الذين يعبدون النار أو لا يهم المجوس يعبدون النار سقى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء بإناء من فضة بإناء من فضة ويحرم على المسلم أن يشرب في آنية الذهب أو آنية الفضة فرماه به ضربه به عقوبة له وعن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلوس على المياثر والمياثر شيء كانت تجعله النساء لبعولتهم على الرجل كالقطائف من الأرجوان نعم هذا الجلوس كما أنه يحرم لبس الحرير على الرجال فكذلك يحرم الجلوس على الحرير وعلى خرش الحرير للرجال والنساء فلا يفترش الحرير نعم وعن بمالك الأشعري مرفوعا ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ليكونن من أمتي يعني في آخر الزمان وهذا من علامات الساعة قوله من أمتي يدل على أنهم من المسلمين قوم يستحلون الحر يعني الفرج وهذا كناية عن الزنا والحرير يعني لبس الحرير على الرجال وهذا محرم أيضا هو الحر والحرير والخمر يسربون الخمر وهذا كبير من كبائل الذنوب والمعازف جمعوا معزفة وهي الموسيقى وأنواع الموسيقى وكلها محرمة ويستحلها قوم في آخر الزمان نعم ولمسلم عن عائشة قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدى من حشوه ليف كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما يعني جلد جلد مدبوخ حشوه ليف يعني داخله ليف النخل هذا من باب التواضع وترك الإصراف في الفراش الوثيرة نعم وله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان يعني الإصراف في إعداد الفرش الكثيرة هذا لا ينبغي وإنما حسب الحاجة يكون عند الإنسان فراش له خاص وفراش لامرأته وفراش للضيف وما زاد عن ذلك فهو من الإصراف نعم عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمة من قز قال ابن عباس أما السد والعلم فلا نرى به بأسا نعم إنما لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير الخالص وأما الحرير غير الخالص أو الأعلام التي تطرز بها الأكمام والجيوب من الحرير فلا بأس بذلك في حدود أربعة أصابع فأقل لا بأس بالتراز من الحرير على الجيوب وعلى الأكمام وعلى فروج اللباس من أسفل التي تجعل للتوسعة إذا كانت مطرزة من الحرير فلا بأس بذلك قال وصح لبسه من غير واحد من الصحابة نعم لبس المطرز بالحرير الذي لا زيادة فيه عن العادة ولا إسراف فيه نعم وعن أبي موسى مرفوعا حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم نعم هذا عمو حرم لباس الحرير والذهب على ذكور الأمة فلا يجوز للذكر من المسلمين أن يلبس الحرير الخالص وأن يلبس الذهب خاتم الذهب تحلي بالذهب إنما هذا للنساء الرجل لا يلبس الذهب ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خاتم من الذهب فنزعه الرسول صلى الله عليه وسلم وهلقاه قال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في كفه فطرحه صلى الله عليه وسلم ولما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا للرجل خذ خاتمك أنت فيه قال لا والله لا أخذه قد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولمسلم عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله الخولاني لم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب قلت لا قال بلا قد ذكر ذلك الصور صورة المعلقة على الجدران تعظيما لها صور المعظمين من الملوك ونحوهم ونحوهم بلا يجوز تعليق الصورة ونحوهم بلا يجوز تعليق الصورة على الجدران في البيوت والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة من هذا النوع ملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا تدخل بيتا فيه كلب لا يجوز دخال الكلاب في البيوت وإنما كلاب الحراسة يجعل لها مكان آخر مستقل عن البيوت وكذلك فالملائكة لا تدخل بيتا ملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تدخل بيتا فيه صورة فالصور المهانة لا قيمة لها ولا تمنع دخول الملائكة هذا النوع والنوع الثاني الصور المحتاج إليها كصورة الجواز ورخصة القيادة وجواز السفر هذه للحاجة لا بأس باقتنائها لأنه لا يتوصل إلى حاجته إلا بها نعم وله عن عائشة سئلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقالت لا ولكن سأحدثكم ما رأيته رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه وقال إن الله عز وجل لم يأمرنا أن نكس الحجارة والطين قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوته ماليفا فلم يعب ذلك عليه نعم ستر الجدران هذا من الإسراف ولا يجوز وإنما ستر الفتحات التي في الجدار الفرجة ما أشبه ذلك هذا لا بس أن يضع عليها ستارة أما ستر الجدار من باب الكبر والإسراف فهذا لا يجوز ولا يستر إلا الكعبة المشرفة نعم وله عنهما قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا قالت وكان لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها نعم هذا فيه أن أن العلم اليسير من الحرير لا باس بلبس الثوب الذي هو فيه العلم اليسير لا باس به ولا يزيد على أربعة أصابع فأقل هذا مرخص فيه أما ما زال فإنه لا يجوز وله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي دركونا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته نعم هذا فيه أنه لا يجوز نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ وضعف مثوبتكم إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من سلسلة مجالسنا ودروسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب شاكلين ومقدرين لمعالي الشيخ صالح من فوزان الفوزان هذا البيان نستأنف إن شاء الله ما بقي من باب ستر العورة في الدرس القادم وأنتم على خير هذا يزيد الرئيس يترككم في رعاية الله وحفظه إلى ذلكم الحين والسلام عليكم